تنتشر زراعة البن في عدد قليل من الدول ذات المناخ الاستوائي وشبه الاستوائي تتصدرها البرازيل وفي تجربة جديدة نجح المصري أحمد الحجاوي في زراعة حبوب البن في مزرعته بمحافظة الإسماعيلية بعد أربعة أعوام من التجارب فنجان القهوة الذي يعد أساساً عند العديد من الأشخاص لكن قبل أن يصل هذا الفنجان إلى الشخص فإنه يحتاج للعديد من المراحل بدايتها زراعة البن تلك البداية التي تنفرد بها عدد قليل من الدول ذات المناخ الاستوائي وشبه الاستوائي تتصدرها البرازيل هنا في محافظة الإسماعيلية المحاولات تخلق الإنجازات دائماً فبعد الكثير من التجارب على مدار أربع سنوات نجح المهندس أحمد الحجاوي في زراعة حبوب البن في مزرعته بالمدينة ليضع أول لبنة في طريق انضمام مصر للدول التي تزرع هذا النبات جربنا زراعة البن بكذا طريقة وفشلنا في كذا طريقة طبعاً لحد ما توصلنا للطريقة أنه هو بيحتاج تربة حمدية شوية وبيحتاج أنه يتزلع تحت شمس جزئي يعني ضل أشجار أو تحت سرام اللي هو ما بقاش في شمس مباشر شمس مباشر بتأثر عليه جداً يعني ده عكس ما حصل طبعاً في اليمن اليمن هو بيحتاج جو متري ويحتاج شمس يعني قوي شوية في مصر الموضوع تريد مختلف أنه يعني في مصر بيحتاج ضل أشجار أو تحت سرام احنا جربناه في الاتنين والالتنين الحمد للن نجح يعني نجاح تجربة زراعة البن في مصر ذات المناخ المعتدل قد يدفع باتجاه إنتاج المحصول محلياً وعدم استراده وهو ما سيكون له أثر اقتصادي بالغ على المستوى الوطني احنا كتجار البن في مصر لو زرعنا البن في مصر او قدرنا اللي احنا نوصل اللي احنا نقدر نزرع البن في مصر ده هيوفر علينا طبعاً دولارات كتيرة احنا بنستهلكها في السراط البن من برا زائد ان سعر البن داخلياً هيرخص لان كيلو البن النهاردة وصل عدى 140 جنيه اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو الروبيست اللي هو أقل حاجة ممكن اللي احنا نستخدمها في مصر البداية وإن كانت متواضعة فانها قد تحمل في طياتها الخير لمحبي القهوة وعاشقيها فزراعة مثل هذا النبات وانتشار طريقة زراعته في مناطق مختلفة قد يغطي استهلاك مصر الذي يقارب سبعين الف طن من حبوب البن سنوياً وهو ما قد يهوي بسعر الفنجان منه الى ما يرضي عاشقيه